السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنحل الوحدة السبعة من كتاب My new friend الجزء الاولاني الفرق بين المضرع التام البسيط والمضرع التام المستمر الاول فيه شوية ملحوظات هتكتبها عندك في الورقة عشان تعرف تحل الاسئلة دي وتفهمها لازم تعرف الفرق بين المضرع التام والمضرع التام المستمر فيه مضرع تام وفيه مضرع التام مستمر المضرع التام بيتكون من هاف او هازو تصريف التالت والمضرع التام المستمر بيتكون من هاف او هاز وبعدين من بين وبعدين الفعل آي ان جين طيب دي اول اختلاف ما بينه المضرع التام بيجي معاك بيجي فيها كلمة يوجد يعني اقول فاكر زر از وزر ار وزر 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 وير كانت في المضرع البسيط وفي المضرع البسيط برضو بطيق في المضرع التام اقول زير هاف بين او زير هاز بين ثالت حاجة المضرع التام بيتكلم عن عدد مرات حلوس الفعل رابح حاجة لما يجيب لي كلمة خامس حاجة لما يقول لي لك ات بمعنى ينظر الى الفعل لك ات بمعنى ينظر الى بيجي في المدرأة التام وفيرب وتو بي دايما بيجي في المدرأة التام وكلمة سينك بمعنى هيعتقد بيجي في المدرأة التام وكلمة فنش من الافعال لقصيرة المودة بيجي في المدرأة التام كلمة هاف بمعنى هيمتلك بيجي في المدرأة التام كلمة ماري يتزوج في المدرأة التام كلمة سي بمعنى يرى في المدرأة التام كلمة lost برضه في المدرأة التام كلمة hurt يقلم أو يؤذي في المدرأة التام كمان المدرأة التام بدأ حدث بدأ وانتهى وكلمة no يعرف بتجي في المدرأة التام وكلمة enjoy يتمتع في المدرأة التام وكلمة how much time مع المدرأة التام يبدأ كله في المدرأة التام كمان آخر حاجة المدرأة التام بيتبني للمجهول بالبنية للمجهول تعالوا بقى نشوف المضرعة التام المستمر يفرق ايه عن المضرعة التام المضرعة التام المستمر بيه معاها كلمة سنك معنى يفكر سنك لو قد بمعنى يفكر يبقى في المضرعة التام المستمر اما بمعنى يعتقد تبقى تجيب في المضرعة التام بس كلمة سي معنى يقابل تجيب في المضرعة التام المستمر اما لو كانت سي بمعنى يرى تجيب في المضرعة التام بس كمان المضارقة التام لا يبنى للمجهول المضارقة التام المستمر لا يبنى للمجهول إنما المضارقة التام بس بيبنى للمجهول كلمة look at لو هي بمعنى ينظر إلى يبقى في المضارقة التام إنما بمعنى يبحث عن أو يدقق فيه يبقى في المضارقة التام المستمر كمان المضارقة التام المستمر اللي بيجي مع كلمات for now و for a while و all و مدة زمنية و how long كمان المضارقة التام المستمر يدل على استمرار في الماضي ولم ينتهي في الحاضر كمان المضارعة التامة المستمر الفعل في الماضي وله تأثير شديد في الحاضر ويركز على الفترة الزمنية ده كان الفرق بين المضارعة التامة البسيط ومضارعة التامة المستمر عندي فرق بقى مهم جدا بين كلمة since وكلمة lost في بعض الاستخدامات since يجي بعدها lost وبعدين مدة زمنية since يجي بعدها the last وبعدين حدث the last time وlast هنا معناها آخر the last time يعني آخر مرة طايم هنا مش معناها مدة زمنية the last meeting آخر اجتماع the last Olympic Games يعني the last والحدث كمان كلمة since يقول لي ممكن نجيب it is وفترة زمنية وبعدين since وفعلة مادة بسيط أو last وفعلة مادة بسيط إنما كلمة for بقى بيجي بعدها the last والمدة الزمنية خد بالك السنسي بيجيب عليها the last والحرس إنما for the last والمدة الزمنية ده كان أهم tips اللي موجودة بين المدرقة التامة البسيط ومدرقة التامة المستمر وإحنا كان لنا فيديو على القناة في حل كتاب جينس العمالقة الوحل السبع برضو مدرقة التامة البسيط ومدرقة التامة المستمر وتقريبا هم نفس يعني فيه تشوكتين في الأسئلة فما تقلقش نشوف فها أول سؤال بس أهم حاجة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يجي لك كل الفيديوهات الجديدة عشان تلحق تذاكر أول سؤال بيقول I.My class mates for many years now هلو أول أنا عندي for وعندي now يبقى كده أنا مدرقة التامة المستمر لكن الفعل إنه يعرف ما بيجيش في الاستمرار يبقى هعمل إيه هاخده في البسيط يبقى الإجابة بتاعتي have known رقم B يبقى واحد B رقم اثنين I am a student in the third secondary grade I.English for eight years طيب وبقولك إن أنا تلميز في الصف الثالث وأنا بدرس الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات يعني الحالس ثمان سنوات الحالس بلقى في الماضي من ثمان سنوات ولسه طبعا مستمر لأنه لسه برضو بيدرس إنجليز يبقى كده مدرقة تام مستمر يبقى رقم D اللي هي هاد رقم D اللي هي نهاية إليه إنهم حالس سنوات يبقى أردقة تام مدرقة تام محالس للصف الثالث انا نحن حالس لدينا مدرقة تام مدرقة تام مدرقة تام مدرقة تام مدرقة تام محالس موور زين تين ييرز ناو ادي فور و ادي ناو يبقى انا عايز مضارعة تام مستمر يبقى هاف بين كامان رقم ايه رقم خمسة في عندي مضارعة تام اللي هو هاز هاد مضارعة تام طيب وفي عندي جملة ماضي اللي هي she was 45 يبقى انا هاخد since الوحيدة اللي بيجي بعدها جملة ماضي يبقى رقم d رقم 6 انا اول ما شفت recently كده يبقى مضارعة تام هشوف بقى مضارعة تام بسيط ولا مضارعة تام مستمر recently i not to enjoy all of the little success i have every day طيب انا عايز بقى مضارعة تام في المضارعة تام هنا مفيش مضارعة تام الجملة هنا معلوم هيش مجهول يبقى هاف بين ترايد دي برة هاد ترايد دي ماضي تام برة ورقم d هاد بين تراينج ماضي مستمر برة يبقى المضارعة التام المستمر اللي هو رقم c اللي هو هاف بين تراينج يبقى الاجابة رقم c رقم سبعة بعد دراسة البحث i not to the conclusion انا وصلت للخاتمة لنتيجة that there are many different definitions of success يبقى الحلس هنا خلص انتهى رجل وصل لconclusion وصل لخاتمة وصل لنهاية وصل لنتيجة يبقى الحلس كان في الماضي وانتهى يبقى دا المضارعة تام البسيط المضارعة التام البسيط فين هو اللي هو هاف قام اللي هي رقم b رقم ثمانية a large number of research studies on this topic large number دا بيدل على العلد مرض حلوس الفعل يبقى مضارعة تام بس يبقى انا عايز مضارعة تام بس يبقى انا عندي الاجابة في المضارعة التام بس اللي هو هاف رد رقم b رقم تسعة researchers البحثين نقاط at what makes people successful for a very long time طيب for a very long time دي بادة مضارعة تام طيب researchers جام طيب في عندي مضارعة تام اللي هو في رقم a اللي هو have logged وفيه has logged ما تنفعش عشان researchers جام وفيه have been looking طيب وانا قلت ان كلمة look look at لو جد بمعنى يبحث عن يبقى في المضارعة تام المستمر يبقى هنا رقم 10 ويبحث عن ما هيش معنى ينظر إلا يبقى مضارعة تام المستمر يبقى have been looking رقم d رقم 10 a very successful colleagues of mine who researches Egyptian history نقط Arabic class since she came to Egypt عندي سنس يبقى نعيز مضارعة تام طيب مضارعة تام لمن بقى للكليك ده مفرد المفرد هياخد هاز طيب هي جملة معلوم ولا مجهول جملة معلوم طيب يبقى b بره لانه مجهول و c بره لانه بصي مضارعة ماضي بسيط ودي بره c بره بان الماضي مستمر ودي بره لانه ماضي بسيط يبقى عندي المضارعة التام المستمر اللي هو اللي موجود بس يبقى رقم a اللي هي has been taking رقم 11 she asked me هي سألتني where نقطه وفي علامة استفهام طالما في علامة استفهام يبقى هقدم الفعل المسائل على الفعل يبقى رقم d بره ورقم c بره يبقى فضل عندي a و b طيب have you been being ولا have you been طيب الفعل اللي verb to be ما بيتبنيش للمجهول يبقى b بره يبقى عندي الاجابة رقم a have you been being اصدر فعل الفعل ما بيتجيش في الاستمرار يبقى has been taken دي غلط يبقى الاجابة has been taken has been taken الى اين وخست احنا احنا في رقم 11 اسف سوريا اسف رقم 11 ask me where not وعلمة الاستفهام طيب يبقى هنقول الفعل المسائل على الفعل يبقى هنجيب have الاول وبعدين you يبقى رقم d بره ورقم c بره طيب اللي هي رقم b 12 where have you been we know for you for half an hour احنا كنا بيقول له انت كنت فيه احنا كنا ما استنينك يا عام لمدة نصف ساعة يبقى هنا الفعل في الاستمرار يبقى كده مضارع مستمر مضارع تم مستمر يبقى مضارع تم مستمر طيب فين بقى المضارع تم مستمر اللي هي رقم c have been waiting لان الفعل wait بياخد خد فترة في الاستمرار اللي هو نصف ساعة رقم 13 وينقط about learning spanish for a while احنا احنا خدنا ان كلمة for a while بتيجي مع الاستمرار for a while بتيجي مع الاستمرار طيب فين بقى المستمر طيب بنكمل بس الجملة but we haven't found a good course yet yet علامة المضارع التام والوفرة ويل المستمر يبقى مضارع التام مستمر بس الفعل sink بمعنى يفكر sink بمعنى فقد ما بيجيش في الاستمرار انما لو جيب معنى ما يفكر بيبيجي في الاستمرار بنا عندي فين بقى عندي half صوت وعندي half been sinking هنختار من فيهم عندي فورة ويلة هي موجودة وعندي بيقول لك بيفكر الفعل sink انما يفكر مش معنى يعتقد يبقى ناخد رقم a لها half been sinking رقم 14 how much احنا اعلم ان how much يتيجي مع المضارقة التنبس يبقى نعيز مضارقة التنبس يبقى have you spent اللي هي رقم b 15 i haven't not very much time to work on the project recently recently مضارقة تام سواء مستمرة او بسيط احنا قلنا نفعل have بمعنى يمتلك ما بيجيش في الاستمرار يبقى هو هيجي في البسيط بس يبقى عايز مضارقة بسيط تام بسيط يبقى رقم b اللي هي been haven't وبعدين been رقم c haven't وبعدين had لها very much time يعني احنا لم نمتلك وقت يبقى رقم c بالأجابة رقم c had 16 i not to play the drums for three years now عندي four وعندي now يبقى نعيك مستمر يبقى have been learning رقم a 17 i not playing as much as i do at the moment at the moment في هذه اللحظة كده مستمر طيب as much as i do at the moment كما كنت افعلها في هذه اللحظة يعني هو بيقولك انا ملعبتش زي ما بلعب دلوقتي في هذه اللحظة يبقى احنا كده مضارع تام طيب الفعل enjoy ما بيجيش في الاستمرار يبقى have never enjoyed اللي هي رقم a رقم 18 my sister not ill since she came back from France حلو اوه الكلام يعني عندي بقى since وعندي جملة ماضي يبقى بلها مضارع تام وقلنا ان الفرب تو بي ما بيجيش في الاستمرار يبقى عايز مضارع تام بسيط و my sister has been رقم بي رقم بي علي نقط his task he can go now يعني اوه علي خلص المهمة ويقدر يذهب الآن طيب يبقى كده مضارع تام بسيط ولا مضارع تام مستمر مضارع تام بسيط حدث وانتهى دلوقتي لما مستمر حدث شغال في الماضي ولسه ما انتهاش يبقى هو انتهى دلوقتي يبقى has done رقم بي 20 مونة is very busy مونة مشغولة جدا شي نقطها was work for a long time for a long time بيقول لك هي مشغولة دلوقتي وهي بتشتغل في شغل البيت منذ وقت طويل بكده الحلس بلق في الماضي ولسه مستمر بنا عايز مضارع تام مستمر يبقى has been doing ليا رقم دي 21 have you not at the lunch yet هل خلصت الغداء طبخت الغداء طيب yet علامة المضارع التام وجايب لهاف طيب ويبقى ايه عايزين التصريف التالت مع هاف يبقى كوجد رقم c 22 sally has already نقطة writing زاب ويم الفعل start ما بيجيش في الاستمرار يجي في البسيط بس يبقى عايز مضارع تام مستمر عشان في has يبقى started رقم b 23 وعشرين اي نقطة such a delicious meat meal وجبة لذيذة عايزيول انا لم ااكل مثل الغداء وجبة لذيذة يعني نظر كلهم فيهم نظر طيب انا لم ااكل مثل الغداء وجبة لذيذة وبدأ مضارع تام بسيط واش مستمر يبقى رقم c اللي هي have never eaten طيب رقم a have never been eating ما تنفعش لانها مستمر ويقول لك انا مكلتش اصلا طيب have never been eaten دي مبنية للمجهول ما تنفعش have never been had never been eating طيب دي كده ماضي بس ماضي مستمر مالي تم مستمر ما تنفعش طيب رقم 24 my little brother اخويا الصغير not the first prize in a reading competition احنا قلنا ان الفعل هو انه ما بيجيش في الاستمرار ما بيجيش في الاستمرار بيجي في البسيط يبقى انا هاخد مضارع تام بسيط يبقى رقم a دي برا لانها مستمرة رقم b بتقول لي has just one يبقى هي دي هي دي المضارع التام البسيط طبعا just في رقم c ما بيجيش قبل التصريف الثالث قبل بين وبعدين التصريف الثالث تاني تصريف الثالث وتصريف الثالث ما ينفعش رقم d just has just ما بيجيش قبل هاس يبقى هي رقم b 25 mother not the rooms for two hours and hasn't finished يقول لكم الام بقى لها ساعتين متنظف ولسه ما خلصتش يبقى دا مستمر يبقى has been tiding رقم c 25 c 26 علي not the car for three hours لمدة ثلاث ساعات and still is وما زالة وما زالة يعني كده دا لسه مرضو مستمر في غسيلة العربية يبقى مدرقة تام مستمر يبقى has been washing رقم a 27 27 i not five chapters in hard times عزيقول انا قرأت خمس شباتر في hard times هنا ما فيش حاجة بتدل على الاستمرار فيش حاجة بتدل على الاستمرار يبقى ناخد بسيط يبقى have read رقم b 28 how many where this not up to now up to now علامة من علامة المتدرقة التام حتى الان طيب هو بقى مدرقة تام بسيط ولا مستمر how many where this up to now كما علامة الكلمات اللي انت كتبتها حتى الان يبقى دا بسيط مدرقة تام بسيط يبقى انت كتبتها خلاص يعني رجل خلاص كتابة يبقى have you typed رقم d 30 I know the Olympic Games all week طوال الأسبوع في أول وفترة زمنية يبقى مستمر طيب مستمر يبقى have been watching مدرقة مستمر have been watching رقم a 31 30 30 the room نقط good since she sprayed the scent all through it الحجرة بي 30 I know this scientist since I met خلاص since دي مدرقة تام طب مدرقة تام بسيط ولا مدرقة تام مستمر الفعل ما بيجيش في الاستمرار يبقى مدرقة تام بسيط يبقى have known رقم b 33 33 33 بتقول I know to be a heart surgeon قرح قلب since قالي since my aunt died of a heart problem يبقى هو مدرقة تام طيب مدرقة تام بسيط ولا مستمر الفعل ما بيجيش في الاستمرار الفعل want بيجيش في البسيط بس يبقى have wanted رقم d 34 I know this house for 12 years now في فور وفي now يبقى عايز مستمر على طول يبقى رقم 34 this house عايز مدرقة تام مستمر بس بس للأسف ان verb to have بمعنى يمتلك بيجيش في الاستمرار فهياخد البسيط حتى لو موجود الاستمرار يعني verb to be verb to have ما بيجيش في الاستمرار خلص بمعنى يكون بمعنى يمتلك يبقى رقم بيه اللي هو half had 35 this factory not to my father since خلاص جدنا since يبقى عندنا مدرقة تام طيب والفعل belong ما بيجيش في الاستمرار يبقى عايز مدرقة تام بسيط يبقى مدرقة تام بسيط يبقى has belong 36 احمد has نقط basic sense خلاص sense يبقى مدرقة تام طيب الفعل عايز بقى نعرف هياخد have ولا هياخد verb to be هياخد verb to be عشان بيجيش صفة يبقى اللي فيها have دي بره خالص have وhead اللي في a بره ورقم c بره يبقى فضل عندي b وعندي d بس قلنا ان الفرب to have b ما بيجيش في الاستمرار يبقى بين رقم b 37 he has not smart since he bought these new clothes يتبدو جزابة متقلقة since هذه السلسطة بدوارة تام بسيطة ولا مستمر طيب look بمعنى يبدو look هنا مش بمعنى ينظر look هنا بمعنى ايه بمعنى يبدو يبقى has look طيب look معنى يبدو not smart since طيب فين بقى المدرقة تام ادا عندي has وعندي التصريف التالت اللي هو look درقم b 38 i have not him since i saw him on the bus 38 رفع recognize ما بيجيش في الاستمرار بيجي في البسيط وعند have يبقى نعيز تصريف التالت يبقى recognized رقم d 39 i have not this car for a wrong time now عندي for وعند now بمدرقة مستمر لكن الفعل on بيجيش في الاستمرار يبقى عوض عنه بسيط يبقى on رقم d 40 على نعيز 20 units in english course so far so far مدرقة بسيط او مدرقة مستمر طيب عايزين بقى انها ايه يبقى يقول لي all 12 units خلصت 20 unit ذكرت 20 units in english course so far حتى الان يعني خلصت الحد دلوقتي يبقى الفعل انتهى يبقى مدرقة تام بسيط يبقى has studied 41 i not work in the company department all day all day يبقى كلا مدرقة تام مستمر اول فترة زمن ايه بمدرقة تام مستمر يبقى رقم a have been checking 40 how much money not paid since your retirement how much دية ما تجيب مع المدرقة التام طيب how much money not paid since your retirement هتبقى الاجابة have you been اللي هي رقم دي يعني كمية الفلوس اللي انت دفعتها يبقى كده مبنية للمجهول جملة مبنية للمجهول have you مدرقة تام مبنية للمجهول have you been paid عشان sense مدرقة التام الباقي رقم a b c دول ما هم مش علاقة بالمدرقة التام 43 40 dina has already not the trousers they looked straight now وما يبدو دلوقتي ان هي حلوة كوية سما كوية يعني مستقيمة يبا هي خلاص عملية الكوية يبقى دوان iron يعني نجيب has وعند عايز التصريف التالث يبقى iron 44 رامي نوعة 44 hours and hasn't stopped yet عايز يقول لك رامي بتدرب ولسه ما خلص لسه مخلص يعني مستمر يبقى مضارعة تام مستمر طي ليه مضارعة تم ليه مش ماضي عشان بيقول لها hasn't stopped رجل ما شف المضارعة يبقى هنقول has been training رقم d اتنوعة continue since this morning هي تمطر باستمرار منذ هذا الصباح تمطر باستمرار منذ هذا الصباح يعني هي تمطر ولسه تمطر يبقى مستمر يبقى has been raining 46 I have not this big wealth since 1990 men اتنوعة يقول لك انا امتلك هذه السرور كبيرة منذ سنة 1999 الفعل باسز ما بيجيش في الاستمرار لانه يمتلك انا يمثلك ما يجيش في الاستمرار يبقى يجي في البسيط يبقى رقم سي بوسزد سبعة وارباين زي نقط زيس بوس سينس هي توك اوفر زي فيرم عندي سينس يبقى عندي مضارع تام بس بسيط ولا مستمر بسيط ولا مستمر الفعل الريس بيكت ما بيجيش في الاستمرار في الريس بيكت ما بيجيش في الاستمرار بيجي في البسيط يبقى هاف ريس بيكت رقم دي تمانية وارباين ينقض جيرمان فور نين يرزينا فور وناو يبقى نحاول مستمر طيب ايه بنا عايز ايه مستمر فين بقى المستمر يبقى هاف بين ليرنينك رقم سي تسعة واربعين ينقض جيرمان فور تين يرزينا فور تين يرز وما زال هناك طيب يبقى هو كان مستمر مضرعتها مستمر مضرعتها مستمر عشان فور تين يرز مضرعتها مستمر يبقى رقم دي اللي هي هاز بين ديرنك رقم خمسي اي نقط اوف زا تيفي سينس زا فيلم اندد انا طفيت التلفزيون منذ الفيلم ايه انته فيه سينس يبقى فيه مضرعتها او الفعل سويتش بيجيش في الاستمرار يبقى بيجي في البسيط ومضرعتها بسيط يبقى هاف سويتش درقم سي واحد وخمسين اي نقطو كونتاكت زم سينس زمورنان ستيل زيرز نو انسر انا ما اتصل عليهم من زهر الصباح وما فيش حد بيرد وفيش حد بيرد يبقى ده مستمر حدس مستمر يبقى عايز مضرعتها مستمر يبقى هاف فين تراينج انين وخمسين ناصن جنوات اوار اوات 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 زير سيكرت مجن يت يبقى مضرعتها تام طيب وفعل فاو انت ما بيجيش في الاستمرار طيب طيب الجملة كده مجهول يبقى عايز مضرعتها تام بسيط مبني للمجهول يبقى هاس بين فاوند اللي هي رقم ا ثلاثة وخمسين اي هافنت نوع ذا سترينجه اي تووووك اي اي فازر اي اي فازر سينس ماي ليجووز اي هيرت هالو او الكلام ده فعل هاف المعنى يمتلك ما بيجيش في الاستمرار وبانا هاخده في البسيط وبانا عندي سينسي بمضرعتان بسيط مضرعتان بسيط يبقى هاخد رقم بي اللي هي هاد اربعة وخمسين مارتن هاز اوريدي نقط سري نيو صونجس سري نيو صونجس اي 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 ايه اي اذة اكار عاد مرات حدوس الفعل يبقى مضرعتام بسيط يبقى هاخد في هاز يبقى هاخد التصرف التلاث اللي هو رقم ايه خمسة واربعين اي خمسة وخمسين احمد هاز نقط اول داي لونج اول داي لونج طوال اليوم يبقى مضرعتام مستمر مضرعتام مستمر يبقى بين السويمينج رقم بي ستة وخمسين هاو لونج وانا قلتها هاو لونج بتيجي مع المضارعة التام المستمر وهاو ماتش بتيجي مع المضارعة التام البسيط هاو لونج مع المضارعة التام المستمر طيب دا سؤال يبقى هنقدم فعل المساعدة على الفاعل يبقى عندي V برا وC برا ما غير ما بوصلهم لانهم بدقين بالضمير يبقى انا عندي A وعندي D طيب واحنا قلنا ان الفاعل نو ما بيجيش في الاستمرار الفاعل نو ما بيجيش في الاستمرار يبقى هجيبه في البسيط يبقى have you known رقم D سبعة وخمسين Oh I not my passport what should I do جايب لي الفاعل lost طبعا الفاعل lost زي ما قلت في الاول ويجيش في الاستمرار يبقى هو هنا دا حدث مضارعة مضارعة تام ولو اثر بس ما بيجي الفاعل lost ويجيش في الاستمرار يبقى هجيبه في البسيط يبقى I have lost رقم B تسعة وخمسين تسعة وخمسين nothing lies like this not to me عايز يقول ما فيش حاجة زيرية حصلت لي حصلت لي الجملة دي ينتبه دا بيجي معا ever ما بيجيش معا never يبقى never اللي في رقم B بره و not برده اللي في C بره يبقى عندي has ever happened اللي في رقم A و have ever happened حلو او بس لا شيء مفرد يبقى has ever happened يبقى رقم A ستين بلين هذه الطائرة نقط I can see it in the sky يعني هي غادرت وانا شايفها في السماء غادر اشوفها في السماء يعني حدث حدث في الماضي ولو اثر طيب دا ماضي بسيط مضارعة تام بسيط مضارعة تام بسيط طب فين بقى بالتركبات دي يعني مين اللي بيجي فيهم الاول بنجيب have او has وبعدين just وبعدين تصريف التالت تنطبك على مين تنطبك على رقم B اللي هي has just lift 61 how long وقلنا how long تسأل عن المضارعة التام المستمر طيب تسأل عن المضارعة التام المستمر how long how long نقط انجليش for اللي for ten years for ten years طيب مفيش مضارعة تام مستمر يبقى هجيب مضارعة تام البسيط يبقى have you studied رقم A 62 my sister not at university for three years for ومدة يبقى انا عايز مضارعة تام بسيط او مستمر she comes home every week end هي بتأتي كل ايه اجازة بتأتي كل اجازة طيب طيب قلنا الفقل بين مبيجيش في الاستمرار يبقى هجيب مضارعة تام بسيط يبقى has been رقم C 63 not been no this is my first time 60 عايز يقول له هل انت صلكت الجبل قبل كده يبقى لدي اول مرة يبقى never برة مش معايا خالص يبقى انا معايا ever ever في صبت السؤال يبقى have you ever اللي هي رقم C 64 since my last birthday I know at my cousin جايب since وغايب بعدها last birthday اللي هي مدة يعني يبقى نعايز مضارعة تام يبقى haven't seen رقم B I have been living in Cairo not my childhood فترات العمر فترات العمر فترات العمر بتيجى بعد ايه بعد sense يبقى الإجابة sense رقم C Childhood طفولة دي فترات العمر فترات العمر وفترات العمر بتيجى بعد كلمة sense 66 بنجيب محفوظ box كنت بنجيب محفوظ نقاط people for many years عايز يبقى اثرت على الناس سنوات طويلة نجيب محفوظ box ده جامع يبقى جامع احنا عايزينه في المدارة التام عشان كلمة for many years يبقى have influenced رقم B 67 Life not over the years over the years علامة العمرات المدارة التام وLife مفرد يبقى انا هاخد هذا change رقم C 68 It is two weeks since we lost it is وفترة زمنية و since يديني lost و الماضي البسيط او الماضي البسيط على طول يبقى مت رقم C 69 I have not been to the zoo before before عايز يقول انا ما روحتش لحركة قبل كده before التكملة بتاعت كلمة never يبقى الاجابة never رقم A 70 I started reading the book on Saturday بدأت في القراءة الكتابة يوم السبت but I know basically since لكن كنت مجغول منذ ذلك الوقت الفيرب تو بي لا بيجيش في الاستمرار طب الجملة ماضي ولا مضارة الجملة مضارة الجملة مضارة ولا ماضي الجملة هنا مضارة طب الجملة طب الجملة أنا كنت مشغول يبقى مضارة تام طب الجملة سنسذن طب الجملة طب الجملة بيقول لك البيت ده كم بيخصها لمدة عشرين سنة عندما تصممت ان هي تبيعه الجملة هنا ماضي التكملة بتاعتها ماضي برد وكمان الفعل بلونج ما يجيش في الاستمرار يعني بي بره وايه بره ودي بره يبقى رقم سي اللي هي هاد بلونجد لان بقى هنا الحلس خلص وهي سممت ان هي تبيعه يعني فيه تعاقب احداث مش هناخد مضرقة تام هناخد ماضي تام هاد بلونجد لما تجيلي كلمة الـ never و rarely و scarcely دول في اول الجملة كده يبقى انا بقى اعمل reverse يعني بقى اقدم الفعل المساعد على الفاعل زي الصغة اللي استفهم كده يبقى عمفين بعد كده يبقى رقم ا بره ورقم سي بره فضل معايا بي وفضل معايا دي وفعل سي بيقولك يرى ما بيجيش في الاستمرار يبقى انا عندي have i seen اللي هي رقم بي وبقى 72 رقم بي 73 مين في دول في زمن المضارع التام البسيط خلي بالك البسيط مش المستمر طيب مونا has been working لا ده كده في المستمر مع السلامة علي has been cleaning في المستمر مع السلامة سوها has just sent ده كده في البسيط يبقى دي الصح احمد has been training ده كده في المستمر مع السلامة علي بيقولك يبقى رقم سي 74 which of the following sentence is in the present perfect continuous في المضارع التام المستمر مضارع التام المستمر بيتكون من have او has زي ما قلنا في الاول خالص وبين والفعل والing طيب رقم اي بتقول لي have اه وتصريف ثلاثة يبقى برضه بره مع السلامة she has run برضه بره مع السلامة i have been cleaning هي لي دي المضارع التام المستمر رقم سي how many times have you taken كده دي بسيط يبقى رقم سي للاجابة الصح 75 75 بيقول لي i know more water recently and i feel better يعني انا شربت مية مؤخرا ومدل الوقت اشهر بتحسن طيب يبقى الحالس انتهى يبقى ماضي تام بسيط كما مضارع التام بسيط حالس لما ينتهي ولو اثر يبقى مضارع التام بسيط حالس لما انتهيش يبقى مضارع التام مستمر هو هنا الحالس انتهى يبقى مضارع التام بسيط يبقى have drunk اللي هي رقم سي 76 sorry اباوت زمس اسف على الفوضى i not اسف على الفوضى انا ايه انا كنت بغبز له تأثير شديده حالس في الماضي ولوه تأثير ايه شديد في الحاضر يبقى have beam baking اللي هي رقم دي 77 this is the most interesting book دي سغط تفضيل باختر معها ever وجايب كله معها ever اسف ببدأ بالفاعل يبقى ايه برة وبي برة فضل عندي c وفضل عندي d طيب دي سغط تفضيل مع المضارع التام سغط تفضيل مع المضارع التام سغط تفضيل مع المضارع التام بتيجي مع المضارع التام البسيط ما بيجيش مع المستمر يبقى i have ever read رقم سي 78 72 which of the following is correct من فضول صحيحة he has been eaten six bars of chocolate today he has been eaten هو اكل six bars of chocolate today he has eaten ما فيش حاجة اسمها يبقى رقم ايه غلط لان ايه كده مبني للمجهول هو اكلة ماينفعش رقم b he has been eating six bars of chocolate جايب مضارع التام بسيط مع عرض مرات حدوث الفعل يبقى هي دي يبقى رقم b هي الإجابة الصحيح طيب نشوفوا البقى ايه غلط ليه he has been eating six bars طبعا مضارع التام مستمر ما بيجيش مع عرض المرات يبقى برضو سي غلط he had eaten six bars of chocolate since today ماضي تام مع since today طبعا غلط ماضي تام ما بيجيشها لا في ترتيب الاحداث او في تعاقب الاحداث والإجابة رقم b إجابة رقم b 79 the students not their exams خلاصوا انتحاناتهم زي are very happy لو تأثير اهو بس الفعل finish ما بيجيش زي ما قلت في الاستبرار بيجي في البسيط بس يبقى have finished رقم a اخر جملة معانا شي نقط abroad اه في الخارج بيقول لي بقى رقم a has never been being الفعل بيجيش في الاستمرار يبقى ايه برا طيب has never been دي صح بيجي في البسيط has ever been فيش ايه بحب ما فيش هاسمها ever ever بتجي في التفضيل has ever been being برضه من بيجيش في المستمر يبقى اللي جابة رقم b اللي هي has never been يعني هي لم تكن في الخارج أبدا اه وبكنا نكون خلصنا الجزء الاولاني الدرس الاول والتاني في اليوم في الوحلة السابعة من كتاب my new friend اه والمهم بقى ان انت تشترك في القناة وتفعل اهم حاجة تفعل الجرس علشان يوصلك بقية الفيديوهات لان احنا هنشرح الكتاب my friend وماشيين في كتاب العمالقة وماشيين في كتاب المعاصر وماشيين في كتاب professional وهناخد كتاب برضه ايوان اه يعني جميع الكتب الخارجية وكلها مشروحة على القناة وكل درس مكتوب تحت القيمة التشكلة بتاعته ومتنساش تفعيل زر الجلس والاشتراك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته